اشتركوا في القناة رح نبدأ جولة من زمان كتير من مئة سنة ننظر على والستريت والستريت شارع الحيط يمكن خانيخد والستريت ست أزمات مئة سنة صار فيه ست أزمات وفقاعة واحدة وهيدي هون صور قديمة عم تشوفوها أول أزمة سنة الأفسر مئة وسبب الفوائد البنكية انهيار هون وانخفاض ب37 بالمية 37 بالمية انخفاض لبورسة نيويورك رح نشاهد كلها شيء بالتفصيل وانه يسمونه الانهيار المنسي والسبب هي الفوائد البنكية 16 سبتمبر 1920 تاني أزمة عم تجي على والستريت هون عم بيكون السبب مش مضاربات أو بنوك أو فوائد عم بيكون حادث أمنة انفجار وقتلة قدام جي بي مورغن عم بيصير هالحادث بالفعل هز الأسواء بالولايات المتحدة الأمريكية بذهب إلى الخميس الأسود ما يعرف بالخميس الأسود الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929 عم سهون الدو خسر 50 بالمية من قيمته وانعرض وقته أكتر من 30 مليون سهم أكتر من 30 مليون سهم وعرف بالكساد الكبير الكساد الكبير ب29 وعطول نحن عم نرجع له للأس 29 خصوصا بهذه الأزمة منزب إلى الثمانينات وبعاد كتير كمين خميستين وفي منه بسموه الثلاثة الأسود لأنه من بعد الخميس الأسود صار فيه أيضا تلاثة أسود صار فيه أيضا اهتزازات قوية وعروض أكتر من الأسهم للباع ب28 أكتوبر فقد الدو 23 بالمية بيوم واحد ولاحظوا كيف بس يخسروا التريدرز كيف عم بحطوا على إيديهم على رؤوسهم هون عم نشوف هالمشهد 23 بالمية بيوم واحد الدو فقد هالكمية منرجع لمرتاني حادث أمني متل مصار سنة الـ 900 وشفنا وعشرين بالانفجار عم نشاهد بـ 11 أيلول عم نشوف 2001 لاحظوا هون الانفجار طبعا حدث 11 أيلول نشوف أيضا هون المؤشر خسر 385 نقطة بيوم واحد كمين مرة هون بالفعل مرة تانية الحادث الأمنة عم يتدخل بالأسوأ المالية إذن 385 نقطة بيوم واحد الدو وشفنا الخميس الأسود يوم واحد خسر الدو 23 بالمية نرجع مرة تانية إلى أيضا مزيد من النقاط هون 15 سبتمبر 2001 متل 11 سبتمبر عنا هون 15 سبتمبر 2008 متل ما كان عنا 11 أيلول 2001 فرقت فقط على أربعة أيام انهيال ليمن وهون أزمة الرهن العقاري شفنيها ولكن رغم هالأزمات في فقاعة وحدة فقاعة وحدة لازم نشوفها وهلا موجودة فقاعة وحدة إذا في مجال نشوفها رح نشوفها هالفقاعة لاحظوا الفقاعة كيف رح نشوفها فقاعة الانترنت فقاعة الانترنت ستينك خفيف ومنرجع فقط على الفقاعة بعدين من ندخل بالتفاصيل بالأزمات تحدثنا عن الأزمات خلينا ناخد فقاعة وحدة في فقاعة وحدة تعرفوها منيح وهي فقاعة الانترنت بالألفين فقاعة وحدة وست أزمات بمئة سنة فقاعة قوية كانت ارتفاع قوي لأسهم فقاعة الانترنت بالألفين عشتها وول ستريت بالفعل إذا وول ستريت كان مختصر عم نشوف ست أزمات وفقاعة خلال مئة سنة كان هيدا تقريبا مختصر شارع وول ستريت منرجع على منتقل مرة تانية بالتفصيل خلال ندخل بالأزمات ورح نبدأ بأزمة مهمة جدا عطول نحن نرجع لها بالأزمة الحالية وهي الكساد الكبير منقول مثل ما صار أو مثل ما حصل بالكساد الكبير ناخد الكساد الكبير ومنشوف شو صار بالكساد الكبير أو الخميس الأسود سنة 24 أكتوبر 1929 انهيار وول ستريت هون كيف انهار وول ستريت تفوق العرض على الطلب بشكل خيالي وهون عرض أكتر من 13 مليون سهم على ليحة البيع طبعا هون بصير فيه هلع بصير فيه هلع قوي وعمت الفوضى وما كان وصار البيع عشوائي وصار الكل بده يهرب من بعد ما عمت الفوضى كيف ما كان رجع وصل العرض ل30 مليون سهم ووصلت الأسهم لأدنى مستوى إلى الأسهم عملت كيان لاحظوا هون الهبوط عم نشوفه باللون الأحمر واتبخرت أيضا وكانوا الناس اللي بيعوا وبيعوا وكان نزلت كل شيء وتبخرت أموال المستثمرين وساعتها من بعد صار فيه تراتوبات كتير قوية متل ما عم بصير هلع وغرقوا بديون عميقة هون بذكر هون انه خلال هالأزمة هذا الخميس الأسود مشهور كتير انخفضت دوت جونز خلال الأزمة 50% ولكن الأهم من هيدا انخفاض والأهم من كل شيء لاحظوا هون كيف رسمنا الارتفاع أخذ المؤشر 20 سنة ليرجع لنفس المستويات نحنا عم نشوفها الأيام هيدا رجع بسرعة رجع فقط بسنة بأسهم شفنا بالدوت جونز الأسهم كيف رجعت عملت ريكوفر ولكن هون أخذت 20 سنة دوت جونز ترجع مطرح ما كان مستويه طبعا سبب الانهيار مشابهة كتير لليوم الحالي مشان هيك نحنا بنخذها ريفرنز أو مرجعية صار فيه استثمار مبالغ ضخمة بأسوق الأسهم رفع الأسهم إلى أسعار خيالية وهالشيء أيضا صار فيه استقطاب مستثمرين من شتى الطبقات إلى البورصة البنوك نفس الخبرية قامت وأيضا عطت كروض مريحة للمستثمرين وارتفعت الأسعار أكتر وأكتر وبعدين صارت الخميس الأسود طبعا هون المنت بيدخل كل العالم بالبورصة هون الخطر لأنه بيصير كل العالم موجود داخل الأسهم حيام الأسهم هون بيصير فيه طبعا من اللي يشتروا بأنه بيكونوا صنيع سوء وعلى دراية وحنكة قوية ممكن يغدروا بقوة وبسرعة ويتأكدوا أنه الكل داخل المرمى ويعرضوا كل شيء فجأة مثل ما صار هذه كانت أزمة 1929 الكساد الكبير اللي عطول نخدها كمرجعية بين كل الأزمات للأزمة الحالية مشابت تماما لاحظوا أسبابها وأيضا مهمة كتير نفس الأسباب تقريبا هذه كانت أزمة الخميس الأسود ستينك ومنكمل عطول مع وولد ستريت خلينا نعود إلى التاريخ إلى أزمة تانية قديمة كتير كتير أول أزمات 1907 وإزمة أزمة الفوائد أزمة الفوائد البنكية شفنا أزمة الفوائد عنا أزمة الرهن العقاري عنا أزمة الفوائد ومنطلع علي مظبوط أزمة 1907 وكانت سببها ارتفاع أسعار الفائدة وأيضا الافتقار إلى السيولة هن أسباب 1907 وسميينيها وقت الانهيار المنسي أو أزمة الفوائد البنكية رح نتناول على الشيء بالتفصيل بين سنة 1814 و1914 يعني بمئة سنة صار فيه 13 أزمة مصرفية بالولايات المتحدة وأسواقها قتت سنة 1907 انخفضت بورسة نيويورك 37% وهن هشيفة